تبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال عناج وجراحة القلب هي أبرز الأهداف التي انعقد من أجلها اللقاء العلمي السنوي الأول لأمراض القلب الذي نضمه مركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بمدينة المقلة فعلى مدى ثلاثة أيام انخرط المئات من الأضباء والمستشارين المختصين في جراحة أمراض القلب والقادمين من داخل البلاد وخارجها في إقامة العديد من الجلسات والمناقشات حول مستجدات الاكتشافات الطبية في مجال القصطرة القلبية وتوسعة الشرايين والجوانب الإسعافية وغيرها من التدخلات الطبية في التعامل مع مرض القلب هذا المؤتمر السنوي الأول لمركز نبض الحياة من ضمن أهداف مؤسسة أمراض القلب الخيرية وجانبها العلمي وهو التعليم الطبي المستمر حيث بلغ عدد المشاركين في هذا المؤتمر أكثر من 500 طبيب مشارك الجوانب التصويرية لأمراض قلب واستخدام الوسائل التشخيصية كالأشعة السينية وجهاز الموجات الصوتية هي أيضا كانت من بين قائمة الدراسات البحثية الطبية الأربعة والأربعين التي تم بحثها ومناقشتها ضمن ورشات عمل الملتقى طبعا يتطرق في هذا المؤتمر لمجموعة من أوراق العمل ومجموعة من ورش العمل سوف تساهم بشكل كبير في تحديث معلومات لدى الكوادر الصحية المشاركة في هذا المؤتمر وأيضا سوف تساهم وتعكس نفسه بشكل كبير على الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بعد انتهاء هذا المؤتمر المؤتمر العلمي هو عبارة عن عمل صحي الآن ستكون هناك عمليات بداية الشهر إن شاء الله سيكون هناك مخيم طبي في مركز نفض الحياة وهذا سيقوم بعمل قراحي وطبي وتشخيصي لمرضى القلب من جميع محافظة اليمن ويأت انعقاد هذه الفعالية الطبية المتخصصة والأولى من نوعها في البلاد منذ قرابة العشر سنوات في وقت تتزايد فيه أعداد حالات المصابين بأمراض القلب حيث تشير بعض الإحصائيات غير الرسمية أن شخصين من بين كل عشرة أشخاص في حضر مو يعانون من مشاكل قلبية نحو 500 طبيب ومختص في علاج وجراحة أمراض القلب من داخل البلاد وخارجها يجتمعون في هذا اللقاء على أمل أن يسهم في تبادل الخبرات وتطوير سبل إنقاذ الحياة محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة ترجمة نانسي قنقر